مجرد ردت فعل عفوية في مباراة الافتتاح قطر وكودور وكنت أنا أشجع من تحب قطر من قلبي وطلعت ردت فعل كبس كارت عفوية يعني من الجمهور يعني فقط كأي جمهور يعني لقطة واحدة جعلته نجما على تيك توك يتابعه الملايين من هو فهد بن جاسم الثاني أسلمك أول شي طبعا أول ما طلعت في التلفزيون ناس من رابعي وناس من أغابي أصلوا رسائل كما وقتها وصلت اجتماعي وجاتني إيميل مشاركة تيك توك الصينية حركة واحدة قام بها دون أن ينتبه خلال مباراة منتخب بلاده الافتتاحية في كأس العالم كانت كفيلة بأن تجعل عبد الرحمن بن فهد بن جاسم الثاني نجما على مواقع التواصل الاجتماعي فقد غدت ردة فعله العفوية خلال تشجيع المنتخب القطري أمام الإكوادور ترندا على تيك توك في الصين لتفتح له باب الشهرة أول شيء الله يسلمكم جاتني إيميلات وجاتني رسائل في كل موقع تواصل اجتماعي أني ظهرت علىنا في التلفزيون كانت يعني ردت فعل عفوية كأي جمهة قطري وجاتني رسائل واجد يعني من الناس يعني في موقع تواصل اجتماعي وذلك وقت عرفتني وصلت تون بالصين ووصلني الفيديو اللي بتركها تتكلم أنه أنا عشاء واحد بالصين صح فيوم وصلت وصلني المقطع اصدامت قلت يعني أنا اصدامت في الصين في اليابان فما كنت متوقع يعني أني سأوصل في التندات لكن الحمد على كل حال وكشف الشاب القطري البالغ عمره 16 عاما وابن وزير التجارة القطري أنه كان يشجع المنتخب القطري من كل قلبه ولم ينتبه لعداسات الكاميرات التي لاحقته والتقت له لقطة عفوية تداولها رواد وسائل التواصل الاجتماعي وشبهوها بالتعويذة المونديالية المحبوبة لعيب فغدا أشهر من نار على علم وصرح بأنه تفاجأ بعدها بتواصل شركة تيك توك الصينية معه عبر البريد الإلكتروني من أجل فتح حساب صيني باسمه والمدهش أنه حصد عشر ملايين متابع في أقل من يوم يشار إلى أن والد الشاب القطري هو الشيخ الراحل فهد بن جاسم الثاني شغل منصب وزير التجارة في قطر ووافته المنية في حادث سير أثناء عودته إلى المنزل وكان يبلغ من العمر حينها أربعين عاما فقط